بسم الله نبدأ وعلى الخير والمحبة دائما نلتقي عزيزان المشاهدين صباح الخير من الأردن وإلى الأردن تحية أردنية لكل نشمي ونشمية قاعد يشوفنا الآن اليوم يوم الخميس 2-2-2017 نهاية أسبوع إن شاء الله تكون نهاية سعيدة وأيضا بدنا يومنا الجديد يكون مليء بالطاقة الإيجابية اللي نحن نفرغها بخدمة هذا الوطن وننجز دائما لنخدم وطننا الحبيب قبل ما نبدأ معكم أولى فقراتنا وأولى أخبارنا لهذا الصباح طبعا فقرة أخبار دوت نت مجموعة من الأخبار المحلية والعربية والعالمية وأيضا أخبار حول العالم وما ننسى الحالة الجوية طبعا حسب دارة الأرصال الجوية رح أحكي لكم إياها في آخر فقرتنا لهذا الصباح رح نبدأ معكم أولى أخبارنا الصباحية بخبر محلي مجلس الوزراء يقرر نشر أسماء وصور فرضي الأتوات ناقش مجلس الوزراء في جلستها التي عقدها يوم أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي موضوع الاعتداءات التي يقوم بها نفر من الخارجين عن القانون أو ما يعرف بأخذ الأتوات حيث تؤكد مجلس الوزراء ضرورة التعامل وبكل حزم مع هذا الأمر وضمن انتشار أمني مدروس ومحكم للقبض عليهم ضمن أحكام القانون ودعا أيضا مجلس الوزراء كل من لديه معلومة أو متضرر من هذا الأمر إبلاغ الجهات المعنية ليتم التعامل بكل جدية مع هذا الأمر موجها بضرورة تعزيز الإجراءات التي من شأنها ردع هذه الفئة بما فيها تسيير دوريات راجلة ووجه المجلس بالإعلان عن أسماء ونشر صور من يقومون بمثل هذه الأعمال الخارجة عن تقاليد وأعراف مجتمعنا في الصحف اليومية نهاية كانت أبرز قرارات مجلس الوزراء يوم أمس الأربعاء ونذهب إلى مصر أم الدنيا الحضري الأسطوري يقود مصر إلى النهائي الأفريقي انتزع منتخب مصر بطاقة التأخل لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوز صعب وماراثوني على حساب بوريك نافاسو بنتيجة أربع ثلاث بضربات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي في لقاء دور الأربع بالبطولة التي تقوم بالجابون تقدم منتخب مصر طبعا بهدف عن طريق محمد صلاح ومن ثم تعادل بوركينا وامتد اللقاء إلى الوقت الإضافي ويفرض التعادل كلمته على الدقيقة 120 لضربات الترجيح وينتزع فريق مصر بطاقة التأخل لنهائيات أمم أفريقيا وأيضا يوم أمس نذهب إلى الدوري الإسباني برشلونة يفوز على أتلاتيكو مدريد اثنين مقابل واحد حيث انتهت مباراة أتلاتيكو مدريد أمام برشلونة بفوز برشلونة بثنائية مقابل هدف في المباراة التي قيمت على ملعب في سينتي ضمن مباراة نصف نهائي بطولة كاس إسبانيا وأحرز سواريز لاعب برشلونة الهدف الأول في مرمى أتلاتيكو مدريد في الدقيقة السابعة بينما أحرز ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 33 ثم أحرز غريزمان لاعب أتلاتيكو مدريد الهدف الأول في مرمى برشلونة بالدقيقة التاسعة والخمسين إلى عشاق نادي برشلونة ألف مبروك ومن الأخبار الرياضية ننتقل إلى أخبار التكنولوجيا الآن يمكنك تسجيل الدخول على موقع الفيسبوك عبر بطاقة USB تعمل وظيفة المصادقة الثنائية التعامل 2FA حاليا عند تسجيل الدخول لموقع فيسبوك بواسطة وحدة ذاكرة USB خاصة أيضا التي يتم تخزين مفتاح الأمان عليها وبحسب موقع صحيفة الديليميل البريطانية أن هذه البطاقة USB تمنحك أمان أكثر من الرقم السري في موقع الفيسبوك ومن الفيسبوك ننتقل إلى دبي دبي التي دائما تسجل الأرقام القياسية تعلن عن أول رجل مطاف طائر في العالم حيث أعلنت دبي أن هناك رجل طائر على طريق لبس نفاث يخرج هذا الرجل من الماء ويطفئ الحريقة التي تكون فوق مرتفعات عالية فهذه تكنولوجيا جيدة لمدينة دبي التي دائما تشتاح موسوعة جنس الأرقام القياسية وتكون أول مبتكري التكنولوجيا ومن دبي أيضا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين رجل سعودي يحجز ثمانين مقعد على طائرة لثمانين صقرا انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين مقطع فيديو على الفيسبوك يظهر مجموعة من الصقور على متن مقاعد إحدى الطائرات وقال أيضا أن عدد الصقور البالغ ثمانين صقرا دفع مالكها وهو شخص سعودي لم يتم الكشف عن هويته أو أي معلومات عنه لحجز ثمانين مقعدا تذكر الذهاب وإياب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليكون بصحبة صقوره وإشار الموقع إلا أن موعد تصوير مقطع الفيديو غير معلوم ولم يتم التثبت من صحة هذا الخبر ومن صحة الواقع ولكن هذه الصور والفيديو تؤكد هذه الواقع التي حجز رجل سعودي لثمانين صقرا علامة طائرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ذهابا وإيابا ومن أخبارنا الطريفة لهذا الصباح لص مؤدب طبعا الخبر مكتوب لص مؤدب يعتذر بعد الصرقة كتب لص رسالة اعتذار على باب منزل اقتحمه في مدينة بريطانية وسرغ منه مجوهرات بقيمة 13 ألف جنيه استرليني وقالت هيئة الإذاع البريطانية البي بي سي أمس أن اللص دخل إلى المنزل في مدينة بيكساهيل بمقاطعة ساسك عبر الباب الخلفي وأضافت أن اللص كتب على الباب المنزل بالحبر الأسود بعد أن سرق عبارة عذرا مع فائق الحب أنه لص جدا جدا محترم وقبل ما ننهي فقرتنا لهذا الصباح وأخبارنا المتنوعة اللي إن شاء الله نالت إعجابكم وأخبار خفيفة أنه اليوم خميس ونهاية أسبوع إن شاء الله سعيد تكون لكم راح نروح للحالة الجوية المتوقعة خلال 24 ساعة طبعا حسب دائرة الأرصاد الجوية حيث بمشيئة الله تكون الأجواء باردة في المناطق الجبلية ومناطق البادية والسهول وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم منخفضة الارتفاع خاصة في شمال ووسط المملكة وأيضا الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة وفي ساعات الليل المتأخرة يتشكل السقيع فوق المناطق الجبلية والبادية والسهول وأجزاء من الأغوار الشمالية والتحذيرات من دائرة الأرصاد الجوية خطر تشكل السقيع وحدوث الإنجماد في ساعات الليل فوق المرتبعات الجبلية والبادية والسهول وأجزاء من الأغوار الشمالية وأخيرا أيضا خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر وهذا والله تعالى أعلم إلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي فقرتنا الصباحية معكم لهذا الصباح أخبار دوت نت إن شاء الله تكون أخبار نالت أعجابكم ونهاية أسبوع سعيدة نتمناها لكم يوم الخميس وشكرا لكم لحسن وكرم المتابعة والآن رح أرجع إلى زميل تينسرين للبدء في فقرات برنامج يوم جديد